ازاي اقرأ التاب واقرأ الكردات واقرأ النوة ازاي? اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الجيتار. النهاردة الحلقة بسيطة جدا بس كان لازم نعملها من زمن طويل. ناس كتيرة بتبعت تقول لي اقرأ النوة ازاي? اقرأ التاب ازاي? اقرأ الكردات ازاي? والسلالم اللي احنا بنعملها على الجرافات اللي احنا بنحطها على الفيديوهات بتاعتنا. بالنسبة للنوتا احنا عملنا ست حلقات للست اوتار بتاع الجيتار. هتلاقي على الاقل اول تلات خانات من الجيتار مكتوبين على النوتا. واخد بالك. وبتغطي النوتا ديت مساحة الجيتار تقريبا كلها. فانت ارجع للست حلقات بتاعتنا في قسم النوتا. انت هتلاقي كل واتر مخصص ليه حلقة منهم بالنوتا بتاعته بالواتر باسماء النوة تاعة الواتر. فانت هتقدر تعرف بالزبط النوة ازاي تتقري على المدرج الموسيقي. فدي تحلت. تاني حاجة ازاي اقرأ الكردات. احنا الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي عبارة عن شكل كرد. انت هتلاقي فيه حاجة شبه عظمة الجيتار موجودة عندك على الشمال. العظمة الجيتار دي تخيل انك انت جبت الجيتار وقلبته من فوق كده. زي ما احنا شايفين كده. فبقت عندي عظمة الجيتار اللي جنب اللي جنب المفاتيح دي. العظمة ديت موجودة على ايدي الشمال. تخيل ان انا من الجيتار من الوضع ده كده وروحت عملته نيمته كده. فهتبقى الاوتار الغليزة ناحيتي. الاوتار الغليزة ناحيتي والاوتار الحدة الناحية التانية. فانا تشوف رقم الفريد اللي مكتوب عليها ايه وتشوف الصباع اللي بتحط عليه. غالبا هتلاقي نقط بس. مش هتلاقي يقول لك الصباع التالت دوت ولا الاولاني ولا التاني ولا الرابع. انت بعد كده بالتأييف بتاع صوابعك انت هتعرف ان ما لاش غير حل واحد. نادرا جدا لما تلاقي الكورد ليه حلين تلاتة هو نفس الكورد يعني. وقبلك واحد حيب اصعب من التاني. ففي واحد الناس هتفضلوا طبعا لانه اسهل. فانت حاول تحط صوابعك على النقط ديت. ايا كانت الصوابع الاسهل لك. هتلاقي انك انت عزفت الكورد ده. خلي بالك من النقطة لو اتكتب رقم فوق آآ تلاتة خمسة سبعة. هتلاقي دوت معناها رقم الفريد اللي موجود عليها عشان يديلك دليل. ممكن ما يكونش حتى النقط دي ما تبقىش على الفريد ديت. ده النقط دي تبقى على فريدتات بعدها او قبلها. بس هو هتطهلك عشان تبقى جيد ليك. تشوف شكل الفورمة بتاعة النقط ديت بالصوابع. واتطبقها بالزبط على الجتار. وما تنساش الاوتار الغليزة بتبقى ناحيتك اللي هي بتبقى من تحت دايما في الرسمة بتاعتنا بتاعة دي. والاوتار الحادة بتبقى من فوق. تمام خلصنا كده من الكوردات نشوف التاب تتقرى ازاي. التاب ديت هتلاقي عبارة عن غالبا هتبقى النقطة الاول من فوق مكتوبة بالدور والري والمي والسول والحاجات اللي فوق اللي مكتوبة على المدرج الموسيقي. وحتلاقيهم على خمس خطوط. هتلاقي فيه تحتهم ست خطوط مش خمسة. تحتهم ست خطوط وهتلاقي على الخطوط ديت ارقام واحد تلاتة اربعة خمسة ستة زي ما انت هتقراها على الخطوط الستة ديت. دي معناها ايه? الست خطوط ديت هما الست اوتار بتوع الجتار بتاعي كاني بالزبط زي ما عملت مع الكوردات ميلتهم كده ناحيتي. هيبقى الغليز من تحت والرفيع من فوق. الغليز من تحت والرفيع من فوق. وحتلاقي الارقام اللي مكتوبة ديت دي رقم الفريت اللي موجود عندك على الجتار. يعني لو لقيت تلاتة خمسة اتنين اربعة دي معناها تلاتة خمسة على نفس الوطر اتنين اربعة على نفس الوطر. لو لقيت على وطر تاني هيبقى معناه انك انت تشوف انهي وطر عليه الرقم اللي عليه ده هيبقى رقم الفريت بتاعك. طب اعملها باي صباع بقى. آآم عشان كده احنا قلنا ان التاب بتساعد بس انك انت تفهم دي بتتعزف ازاي يعني. واخد بالك انما الاسلوب بقى بتاع العزب اي صباع وانصب صباع ده محتاج مدرس يرقم لك الاصابع بتاعتك عشان ليه? لانك انت بكنت تعملها تعمل بطريقتك انت وتيجي في النوتة اللي بعدها عايز تطلع بصباع بس هو محجوز اريدي ناو بنوتة من النوت فانت بصدر تطلع بنفس الصباع ده فالافضل لك انك انت تعملها بصباع تاني عشان تقدر تطلع بالصباع اللي انت عاوزه على النوتة اللي بعدها لو انت ماشي في سياق نوت. غالبا انت بتلاقي نفسك بتاعزف اللي تلاقي ايدك مرتحاله لو انت مش هتشوف المدرس يحطولك الارقام بتاعت الصوابع بتاعتك على الارقام ده يكفي بس اللي هو رقم الفريت فهتعرف دي تتعزف ازاي. نصيحتي اتعلم النوتة الاول. وخلي الفريت تسرع قريتك للنوتة. يعني انت بتشوف النوتة اللي فوق صول. طب الصول دي هتتبقى هال الصول ديت على الوطر الرابع هنا هوت. ولا هتبقى الوطر التالت فاضي. ولا هتبقى الوطر الاولاني تالت خانة. فانت هتعرف من النوتة اللي فوق ديت الصول بتاعتك اللي انت عاوزها تبقى فين. وحتى انت ممكن تعدل على التاب نفسها. يعني انت ممكن هو شيء وعايز يعملها هنا بالتاب بتاعته على الوطر الرابع. لأ بس انت تقولوا لا انا مش عايز اعرارتها. انا عملها على الوطر الحر لان دي بعد كده في نوتها تانية اسهل هعملها بعدها. فانت حاول تقرأ نوت الاول وخلي التاب تسرع ارايتك للنوت اي. او تسرع المقطوعة بتاعتك بتعملها ازاي. ما تبقاش هي الاساسة التاب وانت النوت اللي فوق دي انت بازراميت خالص مش فاهم منها حاجة. لازم تبقى عارف لان بعد كده لما هتخش في الهارمونيو تيجي تكتب المزيكة وبتاع ازاي بتبقى عارف النوت دي فين دي سول دي مي دي دي ري دي دو واحنا محظوظين الناس بتوع الجتار بيستعملوا مدرج واحد اخواننا بتقول بيان ويعيني بيستعملوا مدرجين يقرأ الصول مفتاح صول ومفتاح فا فدول صعبة عليهم شوية يعني. فا اه الافضل لنا فعلا تعلم النوت الاول وخلي التاب تكون مساعدة ليك في سرعة الاراية. احيانا بيحطوا على التاب زمن نموذج للزمن يعني بس انا شفتها نادر يعني غالبا بيحطوا رقم وخلص وخبالك بدون بدون ما يعملوا دايرة للزمن شكلها للزمن يعني. اه لانك لو حفزت الازمنة طم تحفظ بقى المسافات على المدرج الموسيقى وتعمل النوتة يعني مش شرط انك انت تعملها تاب بقى. فغالبا هتلاقي الارقام هي ارقام الفرتات اللي موجودة على اي وطر من الستة اللي مرسومين تحت. وما تنساش الغليز من تحت والحد من فوق. كأنك قلبت الجتار كده بالزبط قدامك. تمام? خلصنا من الكردات. نخش على السلالم. السلالم لو انا وريتك اي سلم من السلالم اللي انا عملته ملك وقبل كده هتلاقي في نوتة رئيسية مرسومة بلون مختلف. دي معناه اساس السلم. اساس السلم هتبقى على الوطر الخامس على الوطر الرابع. وحتلاقي رسمة الصوابع بتاعة الاوطار. يعني هتلاقي مسلا اتنين اربعة. بس دي مش على الخانة التانية دي على الخانة الرابعة. لا هي اتنين اربعة يعني معناه الصباح نمر اتنين الصباح نمر اربعة. احنا بنتعامل في السلالم بالاربع اصابع دول واحد اتنين تلاتة اربعة. فعشان اسهلك انك تعمل السلم ازاي بقول لك ارقام اتنين اربعة واحد اتنين اربعة واحد تلات اربعة واحد تلات اربعة اتنين اربعة واحد اتنين. بس انت بتشوف شكله على بتاعتك بتاعة الجيتار هتعرف بالزبط الشكل بتاعه الواحد والاتنين اربعة دي مترحل شوية يمين كده ولا مترحلش مالوة بنازلة تحت بالزبط. هللي بالك كمان الاوتار الغليزة من تحت والحدة من فوق. زيها زي التبات. زيها زي الكردات. فهي قاعدة واحدة. الاوتار الغليزة من تحت والاوتار الحد من فوق. فانت هتلاقي غالبا اساس السلم محتوط لك على وطر من الاوتار الغليزة. وبقيت السلم بيكمل معاك عشان احنا بنطلع السلم صاعد. فهتلاقي السلم نازل دايما على مصدرة الجيتار كده عشان من من الغليز للحد. اتمنى يكون التوضيح دا وتوضح بالذات للمبتدئين لما تشوف نوتة موسيقية او لما تشوف تاب او لما تشوف كردات آآ مرسومة. ازاي تقدر تحددها دا. آآ في الاغاني غالبا بتلاقي الميلودي مكتوب بتاع الاغنية نفسها. وبتلاقي مكتوب كردات موجودة فوق الموازير بتاعة النوتة الموسيقية دا. معناه بقى ايه الكردات دا. انك الكرد دا في الوقت الفلاني من المزورة الفلانية بتعزف الكرد دا. عدي المزورة دا تيبقى المزورة اللي بعدها هتلاقي فيها كرد تاني يبقى في الوقت اللي مرسوم فيه بالزبط الكرد دا من المزورة تعزف الكرد دا. لو لقيت الكرد في اول المزورة عزفه في الاول. لو لقيته في النص عزفه في النص. لو لقيته في الاخر عزفه في الاخر قبل ما تنقل على المزورة اللي بعدها. غالبا الكردات بتبقى مرسومة فوق النوتة الموسيقية اللي معمولة باحتراف. ممكن ما تلاقيش النوة مرسومة ممكن تلاقيها مكتوبة. زي كتاب اللي اسمه الريل بوك. كتاب الريل بوك ده من اشهر كتب الموسيقى الناس بتوع الجاز يعرفوه مليان المقطوعات ده عبارة عن القاموس بتاع المقطوعات بتاعت اي عازف جاز. اي عازف جاز اما بيحب يعني يلعب مع ناس تانية بيسألوه انت عملت اني مقطوعات من الريل بوك يعني ده ده معناه انك انت لكل ما تعمل منهم اكتر وتحفظ منه اكتر كل ما بقيت عازف اكتر اقوى وبتقدر تعازف معناس كتير المقطوعات الموجودة في كتاب اسمه الريل بوك او الكتاب الحقيقي. غالبا الكوردات اللي هتلاقيها مكتوبة النوات هتلاقي سهلة جدا على المزل النوات الاطفال يعني حتى تلاقي النوات سهلة جدا العزفها من الكتاب الريل بوك ده. بس هتلاقي الكوردات اللي مكتوبة فوق مكتوبة بالحروف. سي سي ميج سي مينس سي فلات مينس لازم تبقى عارف معنى الكلام ده كله ايه? هتلاقي الترجمة بتاعته مكتوبة في اول الكتاب. وهتلاقي ان الحروف ديت كل حرف معناه كرد معين. فدوة بالنسبة للكردات ممكن تتكتب بالحروف وممكن تتعامل بالشارت او اللي احنا عارفينها دي. دي كانت شرح سريع جدا للنوتا وللكردات وللسلالم وللناس اللي بتبدأ في الجيتار او الناس المتقدمة اللي عايز يراجع على معلوماته. واشوفكم الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة